حولنا في العراق على ابواب حرب طائفية ساحقة ماحقة ستنامى وستطاعت ميرانها يؤججها اليهود واولياؤهم حتى يحولوا ارض العراق اكبر معترك لما يسمونه زورا ومهداما بالارهاق يهيئونها لتكون مؤتركا دوليا عالميا لما يسمونه بالارهاق يريدون ان يفتحوا الحدود على وجبات وفترات تستوعب المجاهدين في الارض من امة محمد ثم يغلقون الحدود ليحرقوهم في محارق بشرية فيصرف الناس عن الجهاد في القدس والاقصى ليتمكن يهود من تأمين دولتهم والفقاط انفاسهم بعد ان دوقتهم الانتفاضة الى هذه الدعاة يريدون ان يشعلوها بين الفلسطينيين حربا اهلية وفي العراق حربا طائفية حتى يتفرقوا بانجاز الخالطة الكبرى بين النيل والفران ابارتة الحرب من اليهود يفعلون هذا ومن هنا من منذ الانتفاع عن الاقصى انادي اهل العراق واهل فلسطين لا تقعوا من فخ المشادي الصهيوني فان وقعتم في فك الطائفية والتناحر فقد وفرتم على اعدائكم دماءهم واموالهم وسيسركون ايديهم فرحا بما يصنعون ستقومون انتم بتنفيذ خارطة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفران بجمائكم وارواحكم واموالكم وامنكم الحذر الحذر عباد الله سيطعدون الفتنة سيتنادون فيما بينهم حتى يلتحم اهل السنة واهل الشيعة تحت شعار حرب الوهابية والقضاء على الارهاب ويوم ان تقع الامة في هذا الفخ ستقع في فتنة عظيمة تأكل الاخبر واليابس ثم في نهايتها يتم التطهير الحرقي لمن يتبقى من العرب ولمن يتبقى من اهل فرسطين وويل للعرب من شر قد اقترب ترجمة نانسي قنقر